السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الصف الثالث الابتدائي النهاردة بإذن الله هنراجع شيئة اللغة العربية أول حاجة عندنا درس أدوات الشخصية إيه معنى أدوات الشخصية؟ الأدوات الشخصية يعني الذي يستخدمها الإنسان بمفرده لا يمكن أن يتشارك فيها مع أحده نقرأ زات مساء عاد الأب من العمل واكتمع بأسرته قائلا سنسافر غدا في رحلة بحرية وعليكم تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا هنا في درسنا الجميل أدوات الشخصية بنقول أن في يوم من الأيام في المساء عاد الأب من العمل واكتمع بأسرته عمل اجتماع بأسرته لكي يقول على شيء مهم ما هو الشيء المهم؟ إنه سنسافر قرر الأب أنه سيسافر في رحلة بحرية وستكون غدا وعلى الأسرة أن يجهزوا حقائبهم والنوم مبكرا طبعا إحنا حفظين معاني الكلمات من شفتي معناها فوطتي من شفتي معناها فوطتي الوقاية معناها الحماية الوقاية معناها الحماية مبكرا أول النهار حيرة يعني إيه حيرة؟ يعني تردد أول سؤال بيقول لنا سل الكلمة بمعناها من شفتي معناها إيه؟ معناها فوطتي الوقاية معناها إيه؟ الحماية مبكرا معناها مبكرا أول النهار ولا تردد؟ لا أول النهار حيرة معناها إيه حيرة؟ تردد تاني سؤال بيقول لنا استخرج من الفقرة السابقة سوف نعاود الفقرة كراءة الفقرة مرارا وتكرارا لكي نطلع من هذه الفقرة بأشياء مهمة ما هي؟ أول سؤال يقول لدي كلمة بها مد بالألف سنبحث عن الفقرة الكلمة التي بها مد بالألف أولا عرفنا إن شروط المد بالألف إنه لا يكون في أول الكلمة لا يكون عليه همزة وبيكون الحرف الذي قبله مفتوحا ها نقرأ الفقرة عشان نستخرج منها مد بالألف طيب زاتة مسائن المد بالألف في كلمة زاتة والمد بالألف في كلمة مسائن طيب الحرف الممدود ما هو الحرف الممدود؟ الحرف الممدود الذي قبل حرف المد طيب المد هنا بالألف الذي قبله سين يبقى مسائن حرف السين والذي قبليه زات حرف الزات يبقى هنا بنقول كلمة بها مد بالألف مساء أو زات والحرف الممدود السين إذا كان في مساء تاني سؤال بيقول لنا كلمة بها مد بالياء زي المد بالألف المد بالألف بيحب الفتحة الألف وقبليه فتحة أما المد بالياء قبليه قصرة تقول إيه زات مساء عاد أنبحث في الفقرة مرة أخرى لكي نبحث عن المد بالياء زات مساء عاد الأب من العمل واكتمع بأسرته قائلا سنسافر غدا في رحلة بحرية وعليك بحرية وعليكم تجهيز تجهيز أه مد بالياء الذي قبل حرف المد بالياء كسرة ومنمده ما بينطقش الياء لا بنمده طب الحرف الممدود هنا إيه الهاء يبقى تجهيز ده مد بالياء تاني سؤال تاني سؤال بيقول لنا كلمة بها تنوين بالكسر وعرفنا يا حبيبي حلوين إن التنوين هو عبارة عن نون تنطق ولا تكتب لإيه بما فتحتين أو قصرتين أو ضمتين طب هنا فتحتين يبقى تانوين بالفتح كسرتين نقول تانوين بالكسر أما ضمتين يا حبيبي تانوين بإيه بالضم ذات مسائن هو عايز دلوقتي كلمة بها تنوين بالكسر مسائن أهي فيها إيه قصرتين يبقى ده هيدا نقول تنوين بالكسر تاني حاجة كلمة بها تنوين بالفتح نبحث في الفقرة مرة أخرى لكي نستخرج منها تنوين بالفتح ذات مسائن عاد الأب من العمل واكتبع بأسرته قائلا اهي تنوين بالفتح التنوين وقبله فتح الفتح بياخد العكاس بتاعه اللي هو الألف يبقى هنا تنوين بالفتح تاني سؤال بيقول لنا ظرف الزمان عايز نستخرج من الفقرة ظرف زمان ايه هو الظرف الزمان الظرف زمان احنا قلنا في شرحنا اللي فات ان الظرف بينقصي الى ظرف زمان وظرف مكان ما هو ظرف الزمان هو اسم ها بيبين وقت حدوث الفعل معنى ان الوقت الزمن يعني الوقت وقته كان امتى وبنسأل عنه بمتى بنسأل عنه بايه بمتى يعني لو قلنا ذات مسائن عاد الأب من العمل ممكن اقول ايه متى عاد الأب من العمل هاقول مسائن يبقى مسائن دي ظرف ايه ظرف زمان ليه اولا بيدل على وقت حدوث الفعل خلاص يا حلوين وقت حدوث الفعل وهنا برضو متى سنسافر غدا يبقى غدا هنا ظرف زمان اذا هذه الفقرة هناك كلمتين فيها ظرف زمان اللي هي بسائن وايه وغدر خلاص يبقى هنا ظرف زمان وكمان افكركم بظرف المكان ظرف المكان يا حلوين هو اسم برضو لكن بيبيج مكان حدوث الفعل وبنسأل عنه باين مكان حدوث الفعل اين بنقول ايه مثلا فوق اين تضع الكتاب فوق المكتب يبقى فوق فوق دي ظرف مكان فوق تحت يبين يسار شمال جنوب شرق غرب كل ده ظرف مكان تاني حاجة بنقول فعل الماضي الفعل الماضي عايزين نستخرج من الكتعة فعل الماضي ما هو الفعل اساسا الفعل هو عبارة عن حدث يعني حاجة بتحصل حدث ايه هو الحدث مثلا انا بأكل حدث اشرب حدث بمشي حدث ده حاجة بتحصل وهم وليه اولاد ثلاث اولاد الفعل الماضي فعل مضارع فعل امر ايه هو الفعل الماضي اللي هو طلبه مننا الفعل الماضي هو ما يدل على حدث فتم وانتهى تم وانتهى في الفعل الماضي اه يعني خلص خلاص حاجة خلصت خلاص والوقتي بدعمل حاجة تانية زي ايه زي ايه زيت مسائن عادة عادة يعني رجع خلاص عادة انتهى يبقى عادة هنا فعل ماضي ليه دلت على الزمن حدث وانتهى عادة وانتهى ثاني سؤال بيقول لنا فعل مضارع يعني ايه الفعل المضارع الفعل المضارع يعني بيضل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر والمستقبل يعني لسه مستمر يأكل ويبدأ بايه يا حلوين اخنا خدناها يبدأ بايه بحرف من حروف المضارع اللي هي ايه الف ونون وياء وتاء مجموعة في كلمة انايتو الف ونون وياء وتاء ها يلا نبحث في الفقرة مرة اخرى لكي نستخرج منها فعل مضارع زاية مسائن عادة ابو من العمل واقتمع باسرتي لسه بيجتمع باسرتي يبقى فعل مضارع قائلا سنسافر لسه هنسافر يبقى دفع لي يا حلوين فعل مضارع يبقى الفعل مضارع هو ما يدل على حدث وقع في الزبن الحاضر والمستقبل طيب تاني سؤال بيقول لنا في الفقرة برضو كلمة بها لام شمسية ايه هي اللام الشمسية اللام الشمسية ها نكتبها وما ننطقهاش نكتبها وما ننطقهاش والحرف اللي بعد اللام الشمسية بيكون ايه بيكون مشدد نكرأ الفقرة مرة اخرى ونستخرج منها اللام الشمسية ها اي كلمة فيها الف وليم نقرأها الاب الاب ها لام قمرية نطقناها تبقى دي لام قمرية العمل العمل نطقناها تبقى لام قمرية ام 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 ما نطقتش اللام تبقى لام ايه شمسية تبقى اللام الشمسية ها نكتبها وما ننطقهاش ها حرف مشدد خلاص يبقى هذا اللام الشمسية وكمان في معلومة كمان قلناها اشن اللام الشمسية اللام الشمسية اه 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 بنكون لها حروف ايه هي الحروف بتاعة اللام القمرية اللام القمرية مجموعة ابغي حجك وخف عقيمه اما اللام الشمسية باقي الحروف يبقى هنا بنقول اللام الشمسية اهو النوم النوم نطقنا اللام ما نطقناهاش تبقى لام ايه شمسية اما اللام القمرية اللي هو طالب علينا الأب نطقنا اللام تبقى لام قمرية وهذا يا حبيبي الحلوين نستكفي بهذا القدر إلى أن نستكمل في الحلقات السابقة على حلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته